أكدت وزارة الخارجية متابعة القطاع القنصري بالوزارة على مدار الساعة مع القنصرية العامة لمصر في ميلانو المستجدات الخاصة بملابسات حادث العثور على قثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة رفية نائية بمدينة فيجفينة بمقاطعة بغضية الإيطالية وأوضحت وزارة الخارجية عن القنصرية العامة في ميلانو تواصل اتصالتها المكثفة مع جهة التحقيق التي تتبع مسارات متعددة للكشف عن الجناه في أسرع وقت ممكن مؤكدة مواصلة الوزارة المتابعة مع أفراد من عائلة المواطن المصري من المقيمين في إيطاليا ومع عائلته في مصر لضمان شحن الجثمان إلى أرض الوطن فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة موسيقى